بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم نهاردة على structure of nephron النفرونات فيه about a million nephron in the kidney الجليمرولوس اول جزء فيها طبعا عبارة عن network of capillaries جزء بالشكل ده يعني اللي هو كده تقلبه منذ كابسول داخل الجوبة منذ كابسول تلاقي network من الشعارات الدموية ده بيسموه afferent arteriol وده efferent arteriol ده شريان او شرين الصادر الوارد وده شرين الصادر من الايه الكلي اول ما يدخل هنا التفى في النفرونا كده ويكون حاجة اسمها glomerulus اللي هي اللي بسموه الكبه glomerulus الكبه ناتجة منين من التفاة في الفرنت او شرين الوارد لها ده بعد ما التفى كده وده في القطر بتاعه يبقى الدم اللي هنا يتعرض للضغط جدا في حصله عملية filter تخرج من المواد السامة والمواد المفيدة برضو كله يخرج لانه بتعرض للضغط كبير فيخرج من بعد كده الدم هنا من ناحية تانية في من الشريان الصادر طيب يبقى حصل هنا عملية ايه؟ حصل عملية ده بسموه البومانز كابسول محفظ البومان البومانز كابسول والاتنين مع بعض بسموهم مالبيجيان كوربسول مالبيجيان كوربسول يعني ايه كوريات مالبيجيان هلية عبارة عن ايه بقى؟ بارة عن البومانز كابسول البومانز كابسول عبارة عن دابل لير طب اطينه بيتبقى مبطنة بي طب رقيقة يبدن من الطلاقية الحصوفية البسيطة بتبقى محيطة بي الكاب نتيجة تعرض الدم اللي ما قلنا في الضغط بدأ يحصل له ويخرج هنا بسموه الجلومريولر فلتريت يعني رشيح الا الكاب قلنا ده حوالي كان بقى في اليوم حوالي 180 بليتري في اليوم بعد كده ما خلصنا بومانزو كابسول نبدأ نلاقي فيه الرينالتي بيولز الميبيبات اللي هي البولية يطولي حوالي اتنين بوصة اللي هو مرتبط بالمحفظ بومر بيسموه انبوبة ملتفة قريبة اللي انا قريبة من البومانز بعد كده يبقى فيه اللي بتبقى عمله كده طبعا بعد كده هتلاقي فيه جزء كده نازل منها كده اللي هو ايه الجزء اللي نازل ده اه بتبقى شكل حرف اليوم وبعد كده فيه انبوبة تانية ملتفة كده برضو اللي هي بسموها اللي بيسموها اللي بيبات ملتفة بس قريبة بعيدة عن البومانزو كابسول وطبعا دي بتفتح فين فيه الكوليكتينج تيبيولز ده اللي هي موجودة اللي بتفتح طبعا طبعا فين في البلفيس ده الكيدني ده اليوريتر ده البلفيس اللي هنا موجود وده قلنا قبل كده ده المضالة ده المضالة وده الكورتكس هتلاقي فيه المضالة الكورتكس هتلاقي فيه هنا قلنا الجزء ده اللي بيفتح فين في الكيليكس ده وكيليكس ده يبقى كيليسيز المختلفة دي طيب لما ديك تكبر كده هتلاقي فيه هنا وده الكورتكس وده المضالة هتلاقي فيه الافرنت والافرنت ارتريولي اللي جوه كده كده كوناي الكلاموريولاس المحاب بارين الكابسول او البومانزي كابسول بعد كده يطلع من البومانزي كابسول كده انبوبها ملتفة قريبة من الكابسول دي فعشان كده بسمه البروكزيما الكومبوليت تيبيولز انه يبقى ملتفة قريبة تلتف وتنزل كده على طول فيه اللوب او الهنلز لوب اللي هي الاتفاف اه الهنل ده. بعد كده التفاف تاني كده ده في انبوبة بسمها بتفتح فيه اه اه زي ما تشاهد كده فيه انابيب مختلفة بنيفرونات مختلفة بالشكل ده. فتجمع البول وتوصله للكيليكس ده يوصله ليه البليافيس اللي بيوصله بعد كده ليه الرينيل يبقى الأناة موقفة نيفرون لما تجي تبص على تشريح النيفرون من ناحية البلد يبقى نتكلم على البلد كل نيفرون لها ايه ايه لها ايه? المداد الدمو بتاع. طيب هيتفرع ليه آآ آلاف التفرعات هيديك بعدد النفرونات طبعا. اللي هو شرينة الوارد ليها يعني يتفرع كده ويدخل كده يتفرع كده خالص بيسموه آآ بيسموه يبقى ده رينا اللي هو الافرنت ارتريول وده الجلومريولاس يطلع من الجلومريولاس عليها ايه? افرنت ارتريول. آآ يتحول بعد كده الى يعني شعيرات دموية شبكة من الشعيرات الدموية بتحيط اللي هو البروكزيمال ويتحيط وتحيط الموجودة دي. فيبقى في شبكة من شعيرات الدموية. تتجمع مع بعضها بعد كده اللي بحيط بالنفرونات تتجمع مع بعضها الى الوريدات الوريدات اللي تتجمع مع بعضها وتديك في الاخر اللي بياخد الدم النقي ويوصله للقلب عشان اضخه بعد كده بعد ما حصله عملية يعني يبقى ده بالزبط كده اللي هنقول عليه ده الكورتكس وده مضالة. اللي يميز الكورتكس تحت الميكروسكوب ان انت لو جد تاخد قطاع كده هتلاقي فيه هنا والمحفاظة ده بسامول مالبيجين كوربس الكوريات مالبيجة. يبقى في المنطقة دي هتلاقي فيه ايه كوريات مالبيجة بالشكل ده لكن ده هتلاقيه بس عبارة عن ايه اه امتدادات الموجودة سواء كانت بلوك او الايه لكن المكان ده هتلاقي فيه اونيبيبات موجودة كده بالشكل ده لكن فيه كمان بالزبط كده في اه اه مالبيجين كوربسل ازا تعرف عطول ان انت في منطقة الكورتكس. طيب الرينا الارتري يتفرع تفرعات عديدة ومنها ارتريول زي يدخل في ايه البومانز كابسول افرنت ارتريول ويطلع منها افرنت ارتريول ويديك حاجة اسمها الجلومريولاس اللي ايه شو عارتنا مول كابة دي. اه طيب ده البومانز كابسول او اه كابسول. اه وده زي ما انت شايف ده وده بتاعها. بعد كده يطلع منها الجزء ده. اه اللي بيفتح فين في الموجودة دي. طبعا كل ده اجزاء من نفرونات هتفتح فيه. النفرونات يبقى فيه نفرونات بتفتح فيه بعد. البلاط كابيلر زي اللي انت شايفه ده هيبقى ايه? هيبقى عندك الارتريول هيديك الكابيلرز اللي بالشكل اللي انت شايفه ده. ده البيري تيوبيلر كابيلاري لان ده شعارات بتحيط بي التوفيولز الموجودة اللي فاسمها بيري حول تيوبيلر هنا يبيبي بيري تيوبيلر كابيلر ريشعارات حولها هنا يبيبات. اه تدخل اه تتجمع مع بعضها وتدي فينولز اللي بتتجمع مع بعضها وتدي الرينا الفينز. يبقى ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته